بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد إخواني أخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته سعيد أن ألتقي بكم في هذه الحلقة وعلى الهواء مباشرة ونقف بإذن الله في مقدمة هذه الحلقة وقف وجيزة مع الآية رقم واحد وثمانين من سورة آل عمران سنقرأ الآية كما كنا قد تعودنا ونقف معها بعض الوقفات المجزة وسنفتح المجال للتواصل مباشرة بإذن الله سبحانه وتعالى بعد بضعة دقائق إن شاء الله وندعو الله تعالى التوفيق والسداد وعلى بركة الله نبدأ تلابة الآية الكريمة تابعونا إن شئتم في مصحفكم أو عبر شاشاتنا الكريمة والله المستعان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين مرة ثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله العظيم وإذ أعتقد أنكم تتذكرون أننا عندما نتكلم في آية فيها قول الله تعالى إذ في البدايات على طول نعرف إن فيه فعل أمر تقديره أذكر أو اذكر ما يبقى الخطاب اللي يخاط بسيدنا النبي أو بالأمة أذكر إذ أخذ الله ميثاق النبيين وهل كان النبي عليه الصلاة والسلام حاضرا عندما أخذ الله تعالى العهد الميثاق يعني العهد وسمي ميثاقا لأنه بيوثق ربما إحنا بنوثق عهدنا وعقدنا بالأوراق أو نوثقها ببسم الله لما نقرأ مثلا الفاتحة ولا حاجة أو نوثقها بالشهود فده التوثيق فهنا العهد لما يكون بين الله وبين النبيين إذن ده في أعلى درجات التوثيق لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن إنه يكون يجدب علينا ويقول لنا كلام غير صحيح لا يمكن وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لم يكن نبي حاضرا ليذكر لكن مدام ربنا بيقول له إذن هذا حصل ولعله لأنه من النبيين أخذ أيضا العهد عليه كما أخذ عليهم ربما وعشان كده ناسب أن يكون له أذكر في فعل محذوف تقديره أذكر ربما وحتى لو ما كانش مأخوذ عليه هذا العهد لأنه معلوم أنه نبي آخر الزمان ولا نبي بعده يبقى العهد هيجي معاهله ربما يقول هذا فيبقى أذكر مدام الله يخبر إذن فينبغي أن يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام بكل ثقة كأنه يعني عرفهم من قبل ويتذكر عليه الصلاة والسلام وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ولحظوا هنا لما بيقول النبيين وما قالش المرسلين آه فيهم لحظهم هم جدا هنا لو قال وإذ أخذ الله ميثاق المرسلين يبقى مجموعة منهم صغيرة النبيون مش دخلين في الموضوع ولكن إحنا أخذنا العهد على أساتذة الجامعات يبقى التلمزة والطلبة لأه يبقى أساتذة المعاهد والمدارس لأه إنما لما يقول أخذنا العهد على كل من يعمل في مهنة التدريس مهنة التدريس قد يكون في الروضة قد يكون في ابتداء في إعداد في ثنوة في الجامعة خلاص يبقى كل هذا داخل في الموضوع وإذ أخذ الله ميثاق النبيين يعني كل نبي أخذ الله تعالى عليه العهد إيه العهد يا رب إلا أخذت على هؤلاء النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرون الله العهد هنا فين في الكلام ده كله العهد في الكلام ده كله إنه إذا جاءكم رسول وإنتوا لسا عايشين أحياء إذا جاءكم رسول مصدق لما معكم لابد أن تؤمنوا به وأن تنصروا ده العهد أما إيه الجزء بقى اللي هو لما آتيتكم من كتاب وحكمة كأنه عايز يقول لهم بحق ما آتيتكم من كتاب وحكمة زي ما تجي تقول لي إيه شوف بقى ما أقول لك بما أني أكرمتك إذن لازم تبقى كويس معايا مثلا يعني بما أني زرتك إذن أخذ عليك العهد إنك تبقى تزرني فكأن ربي سبحانه جل في علاه يكون لهؤلاء النبيين بما أنني قد آتيتكم الكتاب وأعطيتكم الحكمة الكتاب يا إخوانا هو كل ما أنزل الله سبحانه وتعالى من وحي على أنبيائه ورسله يبقى كتاب اسم الطوراه الإنجيل الزبور الكرآن الكتب الأخرى التي لا نعرفها ولا نعرف أسماءها زي ما بنعرفش أسماء كل النبيين إذن إحنا نقول بأنه كل أنبياء الله الذين أتاهم كتاب حتى لو ما قالوش كتاب فهو مكلف بأن يؤمن بكتاب النبي أو الرسول السابق وبالتالي يبقى الكتاب اللي هو عرفه اللي هو مأمور بأن يعرفه المأمور بأن يأخذ به المأمور بأن يعلمه سواء نزل عليه هو أو نزل على غيره وآمن به خلاص والحكمة تفسير الكتاب كل نبي نزل عليه كتاب أو آمن بكتاب لنبي سابق أو رسول سابق كان الله سبحانه وتعالى يلهمه ويوحي إليه ويعرفه تأويله وتفسيره تأويل الكتاب وتفسيره ده اسم الحكمة اللي احنا بنسميه عندنا في شريعتنا السنة فعل النبي وتقريره وقوله وهو ما يفسر به الكتاب اللي هو القرآن وده معنى ثم إن علينا بيانة فالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام أوتي الحكمة التي هي شرح للكتاب وكل نبي سابق هكذا لأنه مش معقول نبي يؤمن بتوراة موسى وهو لا يعرف معناها ولا يترجم ما فيها عمليا وسلوكيا ولا يترجم ما فيها من أوامر أو نواهي قولا أو نهيا طبيعي لازم يكون عارف معنيها فمعرفة المعاني للكتب السابقة على ألسنة الأنبياء دي الحكمة وعشق ربنا قال لنا من يؤتى الحكمة من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا من كثيرا الحكمة مش بس القرآن حفظا القرآن فهما القرآن فهما ومعرفة أحكامه وأوامره ونوهي دي الحكمة الحقيقية ربنا يا رزقنا وإياكم الحكمة اللهم أمين فربنا بيقول لهم بحق ما آتيتكم من كتاب ومنحتكم الحكمة وأفهمتكم وعلمتكم تفسير هذه الكتب إذا جاءكم أي ثم جاءكم عشان التراخي إذا جاءكم في يوم من الأيام وإنت عايش نبي رسول أمرت إيه مصدق لما معكم مصدق لما معكم وخلي بالك هنا ملمح مهم جدا لما قال نبيين في الأول وقال رسول لأنه قد يبعث نبي في قومه في الوقت الذي فيه نبي آخر في قوم آخرين وكل واحد في قومه خلاص إنما لما جاء بعث رسول بيجب ما قبله ويبقى النبي الموجود مأمور بأن يؤمن به مش هو بس الوحد وكذلك أتباعه حتى إن بعض المفسرين قال كده وإذ أخذ الله ميثاق أتباع النبيين فصروها بكده فصروها مش آية فصروها وإذ أخذ الله ميثاق النبيين قالوا هناك محذوف تقدره وإذ أخذ الله ميثاق أتباع النبيين والبعض يفسرها يقول وإذ أخذ الله ميثاق النبيين وأتباعهم لكن شوفوا الأصل إن احنا نأخذ بالظاهر يبقى النبيين خاصة نؤلم ما آتيتكم من كتاب وحكمة وإذا كان النبي من الأنبياء مكلف بأن يتبع الرسول الجديد يبقى الطبيعي أتباعه يجب أن يصير إلى ما صار إليه من التصديق بس مش محتاجين كل هذا يبقى المضوع ببساطة نبي من الأنبياء أرسل عليه رسول من الرسل مثلا زي سيدنا يحيى وسيدنا عيسى مثلا ما صدك بعضهم بعضا مثلا فآمن يحيى بعيسى وغيره من الأنبياء بقى بهذا الشكل في بني إسرائيل كثير جدا ولوط وإبراهيم وغيره من الأنبياء الله سبحانه وتعالى طب لما النبي يؤمن بالرسول الذي أدركه وهو للسعايش طب الأقوام هيعملوا إيه طبيعي يصيرون إلى الإيمان الذي آمن به هذا النبي الذي كان معهم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرونه الكلام هنا على رسول بعينه ولا أي رسول طبعا هو أي رسول لكن المتكرر في التاريخ غير أو يعني المعروف في التاريخ إنه لم يتكرر كحالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وإن كان الكلام عام الكلام عام وده اللي خل سيدنا عيسى عليه السلام باعتباره أنه ليس بينه وبين نبينا محمد رسول يبشر به مش بس يصدقوا لو كان عايش كمان بشر به ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ده الشرطة هو مصدق لما معكم مصدق لما معكم يعني إيه يعني كتابه لا يخالف في الجملة الكتاب الذي بين يديه ما فيش واحد يدعو للتوحيد والتن يدعو للشرك ما فيش واحد يدعو إلى فضائل الأخلاق ومحاسنها وواحد يدعو إلى مساوئ الأخلاق ما ينفعش ما ينفعش الطبيعي لابد يكون فيه تصديق فيما بينهم يعملوا إسعتها لتؤمنوا النبيه ولا تنصروا مش يطول عليكم أكثر من كده هكتفي بهذا القدر وبإذن الله بكرة نكمل شرح هذه الآية الكريمة وبعده ندمج معاها الآية التي تليها لأن المضوع ما يزال فيه شرح وندعو الله تعالى التوفيق والسداد اللهم أمين